وريان قال أنا ماشي يا زياد وأموأ رايح فين بس يا ريان باشا ما لسه بدري وراح اتقربت منه وحطت ايدها على كتفه وريان بس على ايدها اللي محطت على كتفه وراح ماسك ايدها جامد وفجأة اللي ودرعها جامد ورا ظهرها ومن شدة مسكته درعها تقصر اه اه سبني يا ريان بي درع بي وجهني قوي وبعدت عنه بسرعة ليه لأملت كده يا ريان باشا انا عملتلك يا علشان تقصر لدرعي وقرب منها ريان ومسك وشها جامد علشان تبقي ما تنفزش اللي قلتلك عليه قلتلك سبيني ويمشي تبقى تسبيني وتمشي بسرعة وإياك بعد كده تحطي ايدك الزبالة دي على كتفه تاني وإلا هقطعها لك فهمه ولا مش فهمه خلاص يا ريان بيه سبني ومش هعمل كده تاني سبني بقى وش بي وجهناوي وشر ريان ايده من على وشها وزقها جامد وقعت على الأرض وزياد قال لها أمي يا أختي ما انت اللي غلطانة ما قالك من الأول بعيد عني وانت اللي مصر قومني قومني يا زياد به واسقط بقى مش أدرع مش أدرع أم كيفية اللي هو عمله في أنا ماشي يا زياد نتقابل بكرة في الشركة سلام يا ريان وتعلي انت بقى يا أختي علشان أودك المستشفى علشان درعك ده أو بالله لك يا زياد به إلحقني درعي بيوجاني جدا تعلي يا أختي تعلي ده انت تخرشمت خالص وأوهمها زياد وأخدها وركبها العربية ومشوا وبعد شوية هم مشين بالعربية زياد شاف إيمان بتجري بسرعة وكان فيه تلات شباب بيجروا وراها لحد ما وصلت شريع مزدود وإيمان بشجاعة مزيفة انتو انت عايزين مني ايه ابعد عني وإلا هموتكو كلكم وهربيكم انتو ما تعرفونيش والشاب الأول قال لها سماعين يا رجالة سماعين بتقول ايه طبعا سماعين هتلينا البت دي ونشوفها تقدر تعمل ايه والشاب التالت قال اه يا ريت سانا بحب القطط الشرسة اوي انت سماعين تقولت ايه قلت ابعد عني ابعد عني وسبوني ويمشوا وانسيبك تمشي ليه هو احنا هبلة علشان نمشي وانسيب مزة زيك وبدأوا يقربوا عليها قلتلكوا بعيدوا عني وفجأة جه زياد من ورهم ونزلت ضرب فيهم هم التلاتة هي مش قالتلكوا بعيدوا عنها وتمشوا شكلكوا كده بتحبوا تتضربوا وتتهزقوا وفي وسط ما هو قاد يضرب فيهم جه واحد منهم من وراء وكان لسه هيدرب زياد ايما انشفته وبصت بسرعة حواليها ولاقيت خشبة طويلة وراحت مسكها وضربته بها جامد على راسه واقمان بفرح من اللي عملته هيي احسن احسن تستاهل وزياد مسكه وقال له هو انت كمان كنت جاي تضربني من ورايا تعال يا رحمك ده انا هوريك ومسكه وكمل ضرب فيه جامد وبعد شوية من الضرب المتواصل الشاب الاول قال اه اه يا عدمي اه يا عدمي اللي تكسر والتاني قال اه ما بقاش فيه حتة سليمة والتالت يلا نمشي يا رجالة كيفاء اللي حصل لنا لحد كده او والله ده انتو كالتو حتة علقة مخدهاش حمر في مطلع يلا مشوا ولا هكمل فيكو ضرب وياك بعد كده تقربوا منها تاني وإلا بعد كده مش هسيبكم من تحت ايدي إلا على قبركم على طول فاهمين ولا مش فاهمين 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 اوه مشوا كلهم بسرعة قبل ما يكمل زياد ضرب فيهم وزياد قال لها اي خدمة يا ستي اكلوا حتة علقة مخدهاش حمر في مطلع على فكرة انا ما قلت لكش تيجي تدفع عني انا كنت اقدر على فكرة ان اضربهم كلهم هو ما كنتش محتاج لك ولا حاجة اسكوتي يا شيخ اسكوتي بدل ما تيجي تشكريني بتقولي لي كده بس على العموم انا مش محتاج تشكريني وعلى فكرة انا لسه منستش القلم اللي انت ادته لي على وشي وهعرف ان تقم مني الكويس مش هتعرف تعمل حاجة ويسابها زياد ومشى وهي مشت ومشت وراه ولقاته بيركب عربية وجنبه واحدة ستة جميلة جدا وهي طبعا تشوشو وكمان معك ستات امشي يا بيت من هنا هو ملك الجعوة ولا انت عايزة تركب معنا واركب معكو لي يعني انا مش عايزة اشوفو الشكتاني اصلا ايه ده هو انت بيتكلمي مين يا مقاشف انت بتكلمي زياد بيه بالاسلوب ده سكوتي يا رفيع يا معفنة بانا مقاشفة يا شعر عيرة يا كسخميرة يا احمد يا عمر بتكلمي مين كده يا بيت يا معفنة يا حديدة مصدية بس سكوتي منك ليه انت هترضح البعض قدامي وانت يا شوشو انزلي من العربية ومش عايزة اشوفو الشكتاني ليه ليه كده يا زياد باشا انا عملت لك ايه بس كل ده وعملت ايه قلت لك انزلي عجبك كده اه بوست علي الليلة والله تستاهلي وانسيبهم ونروح عنده ده اللي كانت قاعدة في البيت وخلاص فكرت في شروط الشغل وكانت لسه هتتصل على ده ده فاطمة وتقول لها ردها الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير يا هدى يا بنتي فكرت كويس في اللي قلته لك اه فكرت كويس يا ده ده فاطمة وموافقة خلاص بجد يا بنتي والله احسن حاجة عملتيها ان شاء الله مش هتندمي ان شاء الله يا ده ده بس امتى هنبدأ الشغل يا ده ده معرفش والله يا بنتي انا هقول لرايان بيه وهقولك بعد كده على المعان خلص ماشي وقفلت معها وعند فاطمة فراحت تشوف ريان علشان تقوله على رده ده وتسأله على معاد الشغل وكالعادة لقته في مكتبه وخبطت ودخلت زيك يا ريان يا ابني كويس يا ده ده الحمد لله انا جاي اقولك ان البيت وفقت انها تعيش هنا معنا في الفيلا بس بتسألك بس على المعد اللي هتبدأ تشتغل فيه خلها تبدأ تشتغل من اول بكرة خلص ماشي يا ابني هقولها تيجي بكرة باذن الله ماشي يا ده ده بس خلها اول ما تيجي بكرة تيجي له على طول مكتبي علشان عايزة فاهمها كل حاجة حضر يا ابني وخرجت من مكتبه واتصلت على هدى وقالت لها تبدأ الشغل من بكرة وهي وفقت وكانت مبسوطة اوي وعنده ده كانت قاعدة مبسوطة علشان هتبدأ الشغل بسرعة انا فرحنا اقول بالشغل ده بس هي البيت اللي هكون مربية لها دي شكلها ايه ويطر عيونها ملونة ولا سودة ويطر شعرها اسود ولا بني ولا اصفر وعندها كم سنة ايه ده ايه اللي انا بقوله ده وهو يفرق فيه يعني عيونها ملونة ولا لأ يا لهوي دهنا بقالي سعب اكلم نفسي يا ربي دهنا شكلها تجنب من الاعدة الوحدة انا هتصل احسن با امان واحكي لها على الشغل الوه ايوة يا امان ايوة يا هدى خير يا بنتي بتتصل علي دلوقتي ليه انت اللي فيك ايه انت اللي بتنهيك كده يا بنتي ما تفكر انيش يا شيخة بالله حصل حصل معي موقف زبالة ايه اللي حصل معاك احكيلي ما فيش يا ستي كنت خارجة من الشغل ولقيت ثلاث شباب ورايا وبيعكسوني روحت شتمتهم ما انت عرفاني ما بسكتش ابدا اياخت عرفاك لسانك ده عايز اطعو كملي كملي ايه اللي حصل بعد كده ما فيش يا ستي بعدها روحت جريت منهم وعادوا يجري ورايا لحد ما دخلت شارع المسدود وكنت خايف قوي وبرده ما سكتش شتمتهم وعاد تهددهم انه هقتلهم لو ما بعدوش عني ممم قولي يا اختي تلاقيك قتلتيهم تقتلي ايه يا هبلة انت عمرك ما قتلت سرصار ايه يا اختي ما عشان كده ما اقتنعوش والطريقة عليا وما همهمش حاجة برضو ايه يا اختي كملي وإلا حصل بعد كده طب منيني مفيش فجأة لقيت حد جي من وراهم ونزل فيهم ضرب كلهم وبقوا بيتشألطوا من كل حتة وفجأة رح ايه اللي حصل ايه لقتيني حرام عليك شدت عصابي كملي كملي قبل ما ضغطي يا لها رح يستي واحد فيهم وراح تكملت لهم على اللي حصل وهدى تنهدت بارتياه الحمد لله الحمد لله كويس انك عملت كده ويه اللي حصل بعد كده رحوا جريوا بسرعة وخافوا لا يكملوا ضربوا فيهم ومشوا وراح قال لي اي خدمة ام ايه يا بستانة بقى مفروض كنت تشكر له لا وما تشكرتلوش رح تردت عليه وقلت له انا قصلا ما كنتش عايزك تساعدني ولا حاجة يا لهوي وعملت لي كده يخرب بتعقلي هو غلط انه يساعدك يعني معارفش بقى بس هو كان هيزلني بعدين ما هو كان خبطني قبل كده ايه ده يعني ده نفسه اللي كان خبطك بالعربية قبل كده ايه يا اختي هو نفسه هو كمان ايه خد الكبيرة بقى كان في واحدة ست ركبة جنبه في العربية وطلع كمان بتاع نسوان هو كمان بتاع النسوان بس برضو يا امان ما كانش ينفع اللي عملت ده لو قابلك في حتة تانية لازم تعتذري له نعم يا اختي اعتذل لي ان شاء الله انا ما عملتش حاجة غلط يا امان خلاص خلاص ربنا يسهل بس اشوفه تاني بس ممكن ما اقدرش اشوفه تاني الله اعلم اه صح نستيني كنت عايز اقولك ايه يا هدى ايه اللي حصل مفيش يا ستي بس انا فكرت كويس في اللي قالت هولي ده ده فاطمة ووافقت واتصلت عليها وبلغتها بردي وقالت لين هنبدأ شغل من بكرة بجد يا هدى فرحتني والله ربنا معك يا حبيبتي وان شاء الله يكون الشغل كويس ومربح جدا بالنسبالك يا رب يا حبيبتي يا رب وقفلت معها وزبطت المنبه بتاعها علشان تصحى الصبح بدري وراحت نامت وفي مكان تاني اول مرة نروحه موجود فيه رجلين مجهولين ومعهم رجالتهم المجهول الاول قال هنعمل ايه يبص مع ريان الكابر ده بقى شايف نفسه اوه علينا ولازم نلحقون قصله ريشو قبل ما يطيرنا كلنا ويفضحنا تبقى غلطان ريان مش غابه علشان يعمل كده هو اكيد عارف انه لو عمل كده يبقى بيسلم نفسه وهو اول واحد وما يقدرش يعمل معنا حاجة لانه صبعه تحت درسي واي حركة يعملها هيتأذى فيها بنته بس برضو يا بوس ازاي هتخليه يوافق ويعمل لعملية اللي احنا عايزينها وهو مش موافق ابدا عندك حق الموضوع صعب جدا وبالذات ان احنا محتاجينه معنا جدا في الصفقة دي لان احنا من غيره مش هنعرف نعدي اللي احنا عايزينه لكن هو الوحيد اللي بيهرب لنا اي حاجة احنا عايزين ندخلها مصر او نخرجها لكن برضو ما تنساش انا مين او اقدر اعمل ايه فيه لو ما وفقش مصره هيقف ولا ينسى بنته النور خالص شكله لسه ما يعرفش انا مين هو اقدر اعمل ايه تمام يا بوس ويبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة هي ترى لبوسنا وعلاقه مع ريان وهل ريان هيقدر يحمي بنته منه ويطره ده هتعمل ايه في شغلها الجديد كل ده واكتر هنعرف الحلقة الجاية انتظرونا واللي وصل معنا لاخر الحلقة ما ينساش يدعبنا باللايك والشير والاشتراك في القناة دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته